اشتركوا في القناة الاصلاحية والاستثمار في رأس المال البشري كما اكد رئيس مجموعة البنك الدولي جام كيم ان مصر حققت تحولا شاملا في تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكاملة للصرف الصحي مشيرا الى ان البنك الدولي ساعدها في استقطاب الاستثمارات الاجنبية من القطاع الخاص في مجال التاقة الجديدة والمتجددة ما ادى الى زيادة المسيحة المالية للحكومة بنحو 14 مليار دولار للمزيد ينضم الينا هاتفيا الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق مع المستشار اهلا بك على اكسترا نيوز دكتور فخري اهلا صباح الخير صباح النور يا فندم اهلا بك اشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في جلسة افتتاحية يحمل الكثير في طياته يعني لما قرر البنك الدولي الان الخروج بمثل هذا التصريح هو صندوق النقد الدولي بالطبع بالتأكيد يعني اه يعني ده تتوالى دائما اشادة اه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بما تم اه من اه يعني اداء جيد للمعاية لمؤشرات الاقتصاد المصري اه وزيادة الثقة اه في الاقتصاد المصري اه من حيث اه يعني اداء جيد معدلات النمو اه معدلات البطالة اه انخفاض معدلات التضخم ولو انها لسه مرتفعة الى حد منه بالضبط عندنا العجز الموزنة اه في اه فياتي النقد الاجنبي الدين العام برضو بيتم احتواءه على رغم ان ارتفاعه تاريصار في مستقر اه كل ده مؤشرات طيبة اه هذا المنتدى او اللقاءات الثانوية اللي بيعقدها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي هي اجتماعات الخريف بخلاف اجتماعات الربيع اجتماعات الخريف بتعقد مرة كل سنتين في احدى الدول الاعضاء مبادي اجتماعات الثانوية بيعقد في اندونيسيا في جزيرة بالي اه في اندونيسيا وهنا بنجد هذا المنتدى بيحضره يعني 189 وزير مالية اللي هو بيمثله الدول الاعضاء و189 محافظ بنك مركزي عندما يقف كل من الوزير المالية الدكتور محمد نعيد ودكتور صحر مصر وزيرة الاستثمار ومثلتنا في البنك الدولي وهو بيمثل مصر في صندوق النقد الدولي في مكس المحافظين اندما يستعرض كل منهما تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي يستمع اليهم ما يقرب من الحاضرين موجودين المسئولين سواء كانوا وزراء مالية العالم ومحافظي البنوك المركزية العالمية عندي كمان شركات التنفيذين في الشركات الكبرى العالمية والاكاديميين والباحثين والاعلاميين حوالي 35 ألف مشارك ويحضر هذه الاجتماعات في جزيرة الثالي في اندونيسيا بيستمعوا الي تجربة كل دولة وحرف يعني كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ان يعني تستعرض مصر خلال وزير مالية تجربة مصر لانه الصندوق والبنك الدولي بيعتبر مصر في الاصلاح الاقتصادي تجربة يعني ناجحة بعد مرور سنتين من درنامج الاصلاح الاقتصادي الممول من قبل صندوق النقد الدولي ولمدة ثلاث سنوات باقي يعني بينتهي في نظمبر 2019 18 سنة تقريبا ده معناه انه بيختخص بانه ما تحقق فينا من نتائج ايجابية وارتفاع التصنيف الاعتمالي لمصر للاقتصاد المصري بزفة عامة معناه مخاطر اقل لمن يتعامل مع الاقتصاد المصري في تواب الاقتصمار او في اطار التجارة تصديراً واستيراداً وده مهم جداً منذ ثلاثة ايام ايضاً اخطامت وكالة التصنيف الاعتمالي مودي العالمية بتحسين التصنيف الاعتمالي للمصارف المصرية وده بخلاف الاقتصاد المصري من وضع مستقر الى نظرة مستقبلية ايجابية وده يصبر يعني تعم وتعزيز للثقة في المصارف المصرية وده جانب مهم القطاع المصافي مهم جداً واحد عائم القطاع المالي بصفة عامة في مصر هو مصافي او اير مصافي كل ده كلها مؤشرات وايضاً على يعني مسمع ومرأة من كل الحاضرين انه تجربة مصر رائدة ونلاحظ انه تندوق النقد الدولي ليه يعني برامج يمول برامج بسبعة دول عربية منها على سبيل المثال يعني في دونس والاردن والعراق ودول اخرى عربية مثل موريتانيا والصمال الى اخره من ضمن البرامج اللي هي توقتي اتمرها بشكل يعني ملفت للنظر ومن المهم من المستندوق ايضاً والبنك الدولي بيشير على الرغم نهاج الاصلاحات الاقتصادية الا انه بيتم مراعاة يعني تعزيز شبكة الكماية الاجتماعية لتخطيق قائد الاصلاح الاقتصادي على الطبقات غير المقتدرة في مصر ويمث منها مثلاً توليد مزيد من فرص العمل يعني منظومة الكروت الذاكية للريف العيش والسلعة الثامنية الاسكان الاجتماعية اللي هو وايضاً تطوير العشوائيات الى جانب رفع المرتبات العاملين في الدولة والمعاشات بكل انواعها كل دي جائد منظومة التعليم بيشير لمنظومة التعليم الجديدة اللي بيتم ارساء تعايمها في عادة بناء الانسان المصري ألمياً وايضاً صحياً شوف الحملة الموسعة للقضاء على مرض بيروس في مصر لكل المصريين في هذه الحالة التأمين الصحي الشامل كل دي بتصب في ما نسميه بشبكة الحماية لهذه الطبقات غير المختدرة اللي نثبتها ما تقلش عن 70% من شعب مصر سواء كانوا من الفقراء 27% من يعيشونا دون خط الفقر او شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة يعني تأثرت بما تم من منذ 2018 حتى 2014 هنا بيتم علاج الموقف ببرنامج للإصلاح البطادي وفي نفس الوقت مع مراعاة ان احنا مخلي بالنا من ان الإصلاح معناها تكلفة معناها عادة على طبقات غير المختدرة هي اللي بتشعر درجات كثيرة سبكة الحمال الاختماعية ازاي ما قلت قبل كده بكل عناصرها اتخفت وطبعا لسه البرنامج امامنا سنة كمان يخفف مزيد من الاعباء في خط معدلات الطبع ومزيد من قرص العمل وايضا الاستمرار في تطوير العشوائيات ومنظومة التعليم ومنظومة الصحية تأمين الصحي الشامل طبعا كل دي اتمار هي متى التعليم هيستمر تدريجيا الى ان يؤدي اتماره لما ولادنا اللي هم في رياض الاطفال يعني خلال 12 سنة بنجد جديد جديد لان نتعلم كويس ايضا التأمين الصحي الشامل على مدار التدريجيا يغطي كل محافظات مصد على 27 محافظة على مدار 15 سنة ونبدأ بطور فعيد الاسمالية والسويد كل دي مسائل مهمة جدا بالنسبة للبواطن المصري تمام ثقافيا وده مهم جدا بانه من ناحية ثقافية انه يعني يستشهر البواطن المصري انه اتمار النمو في هذه الحالة يعني تأتي ليه اذا ما تم مواجهة وتلقيم الزيادة السكانية وده هيأتي مع التعليم بكل تأكد انه حكم البصرة في هذه الحالة يقل تدريجيا تدريجيا مع التعليم بكل تأكد دكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق اشكرك شكرا جزيرا على جانب اخر اعربت وزيرة الاستثمار صحر نصر عن تطلعها لزيادة التعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية خلال المرحلة المقبلة وخلال لقائها نائم مساعد وزير الخزان الامريكي اريك مائر على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين باندونيسيا اكدت نصر تنفيذ مصر لاصلاحات تشريعية اسهمت في تحسين مناخ الاستثمار من جانبه اشاد مائر بالاصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية مؤكدا ان تلك الاصلاحات دفعت الشركات الامريكية لزيادة استثماراتها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام الماضي ينضم الينا هاتفيا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية دكتور عبد المنعم اهلا بك على اكسترا نيوز اهلا بك فرم مائر او اريك مائر مساعد وزير الخزان الامريكي له تصريح بان الادارة الامريكية او الشركات الامريكية زادت من استثماراتها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام الماضي ما الجديد الذي تستطيع ان تسلكه الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الامريكية اكثر من هذا رقم في الفترة القادمة اه الولايات المتحدة الامريكية لها شراقة مع مصر اقتصادية بشكل كبير حجم الاستثمارات ا اه امريكا بتستثمر في مصر اه تعتبر الثاني دولة على مستوى افراقيا استثمارات اه انجولا اه دولة امريكا متحدة الامريكية بتستثمر فيها هي مصر حجم الاستثمارات الامريكية في مصر حاليا في حدود 6.5 مليار دولار تقريبا من متوقع بيادة حجم هذه الاستثمارات نتيجة انه هناك بعثات اولا كثيرة وفيه جدية في البعثات والوفود التجارية والصناعية اللي بتأتي من الولايات المتحدة الامريكية سياسات الاصلاح الاقتصاد اللي ابتكبناها مصر حاليا وتحسين البيئة التشراعية سواء كان بقانون الاستثمار الجديد سواء كان بالتعديلات على قانون الشركات قانون 159 لسنة 81 الخاص بشركات الاموال واللي تم تعديل اقصى من مادة فيه اعادت له الروح من جديد ايضا قوان تعديل وضع قانون الافلاس الجديد في مصر وتعديلات في قانون التجارة كل هذه التشراعات الجديدة وتحسين البيئة التشراعية يجرب الاستثمارات بشكل جيد ويمكن الدلال على ذلك انه حجم الاستثمارات الاجنبية اللي كانت في مصر بتتغوح من 3-4 مليون دولار في السنوات 2012-2013 النهاردة نتحدث عن 7-8 مليون دولار كاجمال الاستثمارات الاجنبية دخلت في مصر مباشرة دخلت مصر خلال العام الماضي اللي انتهى في 30 يونيو 2018 لكن لو رجعنا لحجم الاستثمارات الامريكية كما قلت الامريكا بتستثمر في مصر بشكل جيد ولكن ديادة حجم الاستثمارات هيتم توضعها التوجه اللي هي الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة بشكل كبير ايضا الصناعات الهندسية اللي الولايات المتحدة الامريكية مهتمة بها لتفاعلها وتدعمها داخل الدولة المصرية بشكل جديد ما علينا ان احنا نقوم به هو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية الموجودة داخل مصر بشكل جيد لسيما في منطقة المثلث الذهبي لسيما في اقامة المناطق الصناعية الجديدة اللي هتخدم الصعيد وهتخدم كثير من المناطق النائية داخل مصر الحوافل والضمانات اللي بيتم اعطاها للدولة المستثمرة وليه المستثمين الاجانب والعرب وايضا المصرين بشكل جيد اعتقد ان التسويق الجيد هو العامل الاساسي اللي احنا بنعول عليه بياد الحجم الاستثمارات الصناعية كانت الامريكية او غيرها من الاستثمارات العربية والاجنبية الدكتور عبد المنعمل سيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية اشكرك شكرا جزيلا الى هنا حضرت السادة المشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه المتابعة الاخبارية من استوديو الان القاكم على رأس الساعة في موجز اخباري جديد دمتم في امان الله سالمين اشتركوا في القناة